دخل عام 2016 على العراق ببوادر اقتصادية غير مطمئنة لسيما بعد تراجع أسعر السلعة الأهم لديه ألا وهو النفط فقد هوى سعر برميل النفط إلى ما دون 33 دولار والسبب بحسب رؤية وزارة النفط هو التأثير السلبي لتخمة المعروض من النفط الخام العالمي وانخفاض الأسعار رغم مستويات التصدير العالية العراق حقق خلال الأشرة الماضية يعني معدلات تصديرية جاوزنا به لـ 3 مليون و 300 ألف برميل المشكلة هي في انخفاض أسعار النفط العالمي أما خطاب المسؤولين فبات يدعو إلى شد الأحزمة لكن دون تهويل فهم يتحدثون عن وجود خطة إنقاذ اقتصادية ستقدم للحكومة يمكن من خلالها السيطرة على الموقف إن لم تصطدم بصراعات سياسية الحاجة إلى وجود خطة إنقاذ اقتصادي أصبح مطلب مهم وأعتقد إحنا كمجلس نواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار بعد هذه العطلة راح نقدم ورقة مهمة بها جملة من الخيارات فيما يرى رجال الأعمال والمستثمرون أن الحل يكمن في تدوير الأموال وتنشيط المشاريع والاستثمار المحلي والخارجي بما تملكه الدولة من استثمارات غير مفاعلة فضلا عن تعويم الدولاري وجعله سلعة متبادلة في السوق المحلية هي عزمة إدارة نحن نمتلك مقدرات ومقاومات لتمويل أنفسنا وما نقدر ما نعتمد على وارداتنا من النفط هذه المقدرات إذا ننهض بيها من الممكن تحققنا إيراد السد موازنتنا التشغيلية ورواتبنا على الحكومة والخبراء الاقتصاديين وكل جهة ذات العلاقة أن تفكر بحلول استراتيجية لمشكلة العراقية دعم الصناعة تعويم الدولار وجعله سلعة متداولة إيقاف مزاد البنك المركزي في هذا الوقت دخلت جميع قطاعات البلاد في حالة من القلق والهلع من التأثيرات الآنية والمستقبلية لهذه الأزمة الاقتصادية الخنقة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن محمد فاضل الحرة بغداد